موسيقى مشرة الأخبار مع علي السعدي وفاطمة طالب موسيقى أهلا بكم في نشرة الأنباء نبدأها كالمعتاد من العناوين موسيقى البرلمان ينهي القراءة الأولى لقانون الاقتراض ويصوت على تقسيم الدوائر الانتخابية في 16 محافظة موسيقى والنزاه تعلن التوجه لمقاضات من لا يكشفون ضمامهم المالية من النواب والمسؤولين وتحدد نسبتهم بالحكومة والبرلمان موسيقى موسيقى بيض المائدة بالملاحقة موسيقى في ملف كورونا خمس وخمسون حالة وفاة وأكثر من ثلاثة آلاف ومائتي إصابة في العراق خلال يوم واحد موسيقى موسيقى قبل يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل مراسل العراقية الإخبارية ذكر أن المجلس أنهى خلال جلسته القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي والقراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للأيزيديين فضلا عن انهاء تقرير عدد من القوانين الأخرى ومناقشتها ومنها مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار التي يمكن السفن العراقية من أن تعمل في التجارة من رفع علم العراق وحمايتها من أخطار السفن وجعل الموانئ آمنة وفقا لمعايد السلامة الدولية قانون تمويل العجز المالي تمت قراءته القراءة الأولى في جلسة مجلس النواب السبت وبحضور 170 نائبا على أمل إجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة المالية النيابية قبل عرضه أمام مجلس النواب للتصويت عليه في الجلسات اللاحقة تم القراءة الأولى للمشروع وبعد 72 ساعة على الأقل يتم القراءة الثانية وندرس المشروع حتى يتم إقراره بما يؤمن الاحتياجات الضرورية خاصة الرواتب والتقاعد والرعاية للشمال ونتيجة اعتراض التحالف الكردستاني على توزيع الدوائر الانتخابية في محافظتين نوا وكركوك تأجلت تصويت على استكمال قانون الانتخابات لساعات عدة تخلى لها اجتماعات مكثفة لقادة الكتل مع اللجنة القانونية النيابية للتوصل إلى توافقات تمكن المجلس من تمرير القانون كان هناك اعتراض واضح من قبل الأخوة في التحالف الكردستاني على محافظتين قضية تتعلق في كركوك وقضية نينوى وهم يطرحون أنه ربما تكون هناك أغلبية كردية على سبيل المثال في منطقة معينة ولكن لا تأتي بمقعد على سبيل المثال يمكن أن تدمج من الانتق مع بعضها وبعد مخاض عسير استمر لساعات صوت مجلس النواب على الدوائر الانتخابية لستة عشر محافظة على أن يؤجل التصويت على محافظتي كركوك ونينوى إلى يوم الاثنين المقبل أحمد عرام العراقية الإخبارية ضغدات إلى ذلك أكدت لجنة المالية النيابية أن مبدأ الاقتراض الذي يعتمده قانون تمويل العجز المالي ليس من مصلحة البلد ويؤدي إلى انهيار اقتصادي وإغراق البلد بالديون المالية وفي إضاحة لها أشارت لأن اللجنة مع المضي باتجاه تشريع القانون لكونه يمثل رؤية الحكومة في الوقت الراهن لكن ليس بالأرقام المثبتة حاليا لكونها أرقام مبالغا بها جدا مشيرة إلى أنها ستتجه إلى ضغط النفقات للحد الذي يمثل النفقات الحاكمة والملحة للأشهر المتبقية من السنة الحالية أزمة الرواتب باتت مشكلة تعالي منها شريحة واسعة من المواطنين نتيجة للظروف التي تعيشها البلاد في وقت تنتظر الحكومة موافقة البرلمان على قانون الاقتراض هذه الأزمة سببت خلقا لدى الأوساط الشعبية التي طالبت بضرورة إيجاد حلول سريعة وسط دعوات من قبل مختصين بالاستفادة من الواردات غير النفطية كالمنافذ وتفعيل القطاع الخاص أكثر من ثماني ملايين بين موظف ومتقاعد ومشمول بالحماية الاجتماعية بانتظار الرواتب نهاية كل شهر قلق بات الأثقل على كاهلهم ما ولد سياء واضحا بعد الافتقار للحلول الناجعة لهذه المشكلة الرواتب وتأخيرها أصبحت مشكلة عويصة نحن نتمنى كموظفيين نتمنى من أصحاب القرار أنه يجد إيجاد حل لهذه الموظلة راتب الموظف ليس بمنه أنه استحقاق لكل الموظفين كل الموظفين معتمدين عليهم الراتب يعني الآن موارد شهر ثاني ما مطين يعني تقريبا شهر كامل مر على الموظف بذن ما أطوار راتب موارد غير نفطية عائدتها تقدر بأكثر من أربعين مليار دولار سنويا عطلت بسبب أو بآخر وجدها معنيون حلا ستراتيجيا بحاجة إلى تناغم تشريعي وتنفيذي وإرادة حقيقية للإفادة من هذه الموارد دون اللجوء إلى النفط بتعظيم الموارد الداخلية الملامسة هناك تعظيم من سوق العملة هناك تعظيم من الواردات عبر المنافذ هناك كثير من الأمور يمكن أن تعظم بها لنمضي بها أما ما موجود حاليا حقيقة هو عبارة عن هناك جهات وحقيقة تتجه بسرعة نحو الاقتراض الداخلي والخارجي المفرط هاجس يلاحق المواطنين مع نهاية كل شهر وسط غياب واضح للحلول العملية من قبل القائمين على موضوعة الرواتب خصوصا وأن الأزمة بدأت ككرة الثلج تكبر حتى وصل الحال إلى هذه المراحل من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية شاهدين وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة مقرر اللجنة المالية النيابية السيد أحمد الصفار أهلا بك سيد أحمد صوت المجلس في جلسته اليوم التي عقدها على تقسيم الدور الانتخابية في 16 محافظة لماذا تم تأجيل كاركوك ونينوى ما هي الأسباب نعم سيدي مساء الخير تحية لكم ولمشاهدين فاضل معذرة أنه ما أسعفني الوقت حتى أجي أحضر معاكم بالستوديو لأنه قبل قليل طلعنا من البرلمان حقيقة طيب بقد محافظة نعم نينوى وكاركوك لوجود خلاف إلى حد الآن ما أكو اتفاق بين وابلتين حول توزيع الدوائر الانتخابية وفق الجوار الجغرافي وغيرها أعتقد أنه خلال يوم أو يومين هناك يوم من الاثنين سوف يحسم هذا الأمر أيضا طيب سيد أحمد ما هي أبرز المؤاخذات على قانون العجز المالي الذي خضع لقراءة أولى في مجلس النواب نعم سيد هذا المشروع ذكرنا سابقا وعبارة عن موازنة مصغرة تحت عنوان قانون تمويل العجز ولكن في الواقع هو موازنة لأنه يضمن نفقات جارية واستثمارية والموازنة تشمل لما يعني لأوقات سابقة يعني من واحد واحد ولهذا السبب اليوم كان هناك إضاحة من قبل اللجنة المالية الإضاحة تضمن خمس نقاط رئيسية طيب أولا الحكومة لم تقدم مشروع موازنة عشرين الاكتزاما بقانون الإدارة المالية رقم ستة لسنة الفين ونسطة ثانيا أنه أيضا وفي قانون إدارة المالية يفترض أن يقدم مشروع الموازنة لسنة تالية قبل خمسة عشر من كل سنة اليوم إحنا أربعة وعشرين ولم تقدم مشروع موازنة الفين وواحد وعشرين أيضا طيب دكتور النقطة الثالثة اليوم اليوم هو أربعة وعشرين بالشهر وكانت هناك قراءة أولى متى سيمرر وكم يحتاج وقت لتمريه يعني أنت خليني أكمل وأرطيك الصورة طيب فضل دكتور خليني أكمل وأرطيك الصورة فضل دكتور أنا أتكلمت عن نقطتين النقطة الثالثة أنه في قانون قانون رقم خمسة لسنة الفين وعشرين قانون الاقتراض الأولي في الشهر السادس أحنا وضعنا شرط للحكومة حتى ما نستمر بالاستدانة طيب وضعنا شرط أن الحكومة تجري إصلاحات فورية ممكنة الحكومة ما عملت أي إصلاح وبالتالي قدمت المشروع سيدي الاستمرار بالاقتراض وتزايد المديونية يمضي باقتصاد البلد إلى الانتيار الاقتصادي طيب ونحن سنتحمل وزر الأجيال المقبلة اللي راح تتحمل تبعات تزديد الديون والفوائد المترتبة عليها وهذا تجنب عملهم بالتالي نحن درسنا الحالة ونحن مع تبغير القانون ولكن بشروط أنه القانون فقط يحتوي على ما هو فروب فعلا يعني نريد أن نستفهم من الحكومة نستطيع معالي وزير المالية ونتأكد من حقيقة العوائد النفطية وغير النفطية والاحتياجات الضرورية نحن نريد نركز خلال الثلاثة أشهر المقبلة لأنه ما متأملين أنه وصل إصلاحات تبقى على السنة القادمة ولهذا السبب نحن نحاول نركز على الضروريات الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والنفقات الحاكمة خليوا يحسبون نشقت النفقات يعني احنا قدرناها في حدود العشرة تريليون والإيرادات النفطية ايضا اذا نحسبها تصير تقريبا في حدود الأربعة هناك شهر ستة تريليون في ثلاثة يعني هم يعني يحتاجون أقل من عشرين تريليون ممكن يعني تمرير هكذا قانون هذا بتصوري الشخصي أنا كعضو مالية لا أعبر عن رأي اللجنة ككورة ولكن أنا أتوقع أنه يتم تمرير القانون بمبالغ أقل وأكثر واقعية حتى غاية سايدتين على الشعب طيب دكتور دكتور أرجع معك مرة أخرى للسؤال مرة أخرى اليوم أربع وعشرين بالشهر وتمت القراءة الأولى متى سيمر هذا القانون نعم هو اليوم القراءة الأولى يفترض يعني ما أقل من اثنين وسبعين ساعة أنه يتم القراءة الثانية ورها يعني تكون إلنا ربما اجتماع مع الحكومة ونتفق على مضمون القانون نتوقع يعني إذا صار اتفاق خلال عشر أيام يكون تمريد القانون أو يتحقق تمريد القانون طيب طيب دكتور في حال إقرار هذا القانون وتمريره هل ستتوفر الرواتب أم ستحتاج إلى وقت طويل لتوفرها مرة أخرى لا بالتأكيد إذا مررنا هذا القانون سوف يتم تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة والتقاعد والرعاية للأشهر الثلاثة المقبلة يعني إلى نهاية سنة 2020 ونحن في نفس الوقت بانتطار مشروع قانون 2021 لأنه وهم رح نحتاج وقت المفروض الحكومة تكتب المشروع بأسرع وقت لأنه اليوم تسعة أيام فاتت عن موعد القانوني كل تأخيرة يؤدي إلى تأخير أقرار موازنة 2021 أيضا وسوف نبقى في نفس الدوامة طيب دكتور في بعض نواب أبدوا عن اعتراضهم بشأن قانون الاختراض كيف تعاملتم مع هذه الاعتراضات نعم في الحقيقة واجهنا الصعوبة يعني اليوم كان عندنا اجتماع يعني تداول في اللجنة المالية وهناك معارضات وأنا الحقيقة يعني لا أخالفهم من رأي كثيرا لأنه كل من يعارض هو ينظر إلى مستقبل البلد إلى مستقبل اقتصاد البلد ليس من المعقول الاستمرار في تزايد الدين سيدي الكريم يفترض أن هناك إجراءات ممكنة التطبيق بعجالة فيما يتعلق بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات إلى حد الآن لم نجد إجراءات فعلية ملموسة من الحكومة بهذا الاتجاه لهذا السبب هناك يعني نحن أمام حالتين متناقضين كما يقال بين المطرقة والسندان طيب بين مطرقة احتياجات الموظفين والمتقاعدين والرعاية الناس يعني مصدر رزق الوحيد الراتب من جانب آخر رح نحمل الأجيال المقبلة والاقتصاد العراقي بالديون نحن نبحث عن حال سريع للخروج من هذا المأزق الخطير أنه نعتمد على الدين لتزديد أبسط الالتزام هو هذا القصد يعني سبب التأخير طيب دكتور كما تعرف حضرتك كان هناك بيان لوزارة المالية خرج بإعداد خطة جديدة هل تسمعني دكتور؟ يبدون أننا فقدنا الانتصال بالدكتور أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية شكرا لك دكتور أحمد كشفت هيئة نزاهة عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذمامه المالية مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباس قال أن رئاسة ثلاث والوزراء قدموا ذمامهم المالية باستثناء وزيري المالية والاتصالات مؤكدا إرسال قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الطالب من الجهات المعنية إيقاف صرف رواتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف وتوعد العباس باتخاذ إجراءات أشد في حال استمرار امتناع المسؤولين من كشف ذمامه المالية وفي مقدمة الإجراءات فتحوا دعوا جزائية ضدهما ستة بالمئة من أعضاء البرلمان يمتنعون عن كشف ذمامهم المالية على عكس الأعضاء الآخرين وعلى إثر هذا أوعزت هيئة النزاهة إيقاف صرف رواتبهم وليسهم فقط إذ أن وزيري المالية والاتصالات قد أوقفت رواتبهم لنفس السبب بحسب الهيئة التي أكدت أن رؤساء الرئاسات الثلاث وبقية الوزراء قد قدموا ضمامهم المالية وفق قانون الهيئة أما لخبراء القانون رأي آخر مقابلة كل ما ذكر أغلب القرارات الكشفات المالية التي تقدم هي وهمية غير حقيقية وتقدم في غير وقتها والأسوأ والأمر والأنكى أن البعض قد تختلف موجودات المالية عما ورد في إقرار ذنب المالية وإلى الآن لم نعثر على واحد إحيدة المحكمة الاتخاذ إجراءة قانونية لأنه مثلا قال لدي ثلاث دور في حين الصحيح عنده خمس دور وبعد تعديل قانون هيئة النزاهة العام الماضي تصف الهيئة إجراءها الأخير بالتقدم الكبير في الإفصاح المالي فيما يرى متابعون أن امتناع البعض عن كشف ذممهم هو تجاوز على قوانين الدولة الأمر الذي يدل على أمكانية كسبهم أموالا بطرق تخالف القانون وتفتح باب التساؤل أنا أعتقد هناك كثير من السياسيين لا يريدون الكشف عن ذممهم لأنه لديهم كثير من الإشكالات المالية وأعتقد يجب أن يكون هناك دور للحكومة وأن تكون هناك السلطة القضائية سلطة قوية بحيث في حالة امتناع أي مسؤول يجب أن يحاكم أو من خلال القوانين العراقية النافذة وأن يطبق عليه كل القوانين لأن تطبق على المواطن العادي أما الشارع العراقي فيطالب بتشريع قانون من أيل لك هذا علما أن قانون النزاهة يعتبر أي زيادة مالية تربو على 20% سنويا في أموال المكلف أو زوجته أو أولاده ولا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لها تعد كسبا غير مشروع إجراءات أشد ستتخذها هيئة النزاهة بعد قرار إيقاف صرف رواتب بعض النواب والمسؤولين إجراءات تصل إلى فتح دعاوة جزائية ضدهم في حال استمرار امتناعهم عن كشف ذمامهم المالية من بغداد ياسر عامر العراقية الإخبارية خول هذا الموضوع ينضم نائب عن تحارف سائرون سلامة شماري أهلا بك وستسلام معنا في هذه المشرة نتحدث عن موضوع الأرقام التي كشفتها هيئة النزاهة بشأن الذمام المالية لبعض الممتنعين من النواب أو فيما يخص إن كانوا حتى وزراء حدثنا عن تقييمكم لهذه الأرقام حدثنا أيضا عن الإجراءات التي ستتخذها لجدة النزاهة بحقهم شكرا لك يا أخي العزيزة وشكرا للأخ العزيز وشكرا لمشاهدي قناتكم الكريمة نعم كشفت لجدة النزاهة النيابية هذه الأمور منها عدم تقديم كشف ذمه مالية لبعض النواب وبعض الوزراء لكن هذا لا يعني شيء اليوم من 2003 الكل يتكلم عن حيطان الفساد وعن الأموال التي هدرت وعن الأموال التي ذهب السداء خارج القطر لحد الآن لم يقدم أي شخص سواء كان تنفيذي أو تشريعي إلى المحاكمة المختصة واسترداد المال العام من حيطان الفساد من هم حيطان الفساد؟ الكل يتكلم عن حيطان الفساد هناك هيئة نزاهة ورقابة مالية ومحاكم مختصة وأيضا مجلس مكافحة الفساد لكن هناك موازنات مخيفة سنة 2012 و2013 يعني 168 أو 165 مليار دولار وهناك سنوات لم يصوت على الموازنة ولم تذهب الموازنة إلى قبة مجلس النواب ولا توجد حسابات ختامية في زمن السيد العبادي وأيضا في زمن السيد عادل عبد المهدي عندما كانت الحكومة انتقالية بين السيد عادل عبد المهدي والسيد الكاظمي اليوم موازنة 2019 أو 2020 لحد الآن لم تقدم إلى قبة مجلس النواب ونحن ذاهبين لموازنة 2020 يعني حسابات ختامية ماكو هذه المعطيات نعم وسنقتها بكلمة لا تعني شيء هذه الأرقام وموضوع حيتان الفساد إذن هي مجرد حبر على ورق مثل هذه الأرقام أخت العزيزة حتى نكون واضحين أمام المشاهد اليوم من 2003 إلى 2020 من يعرف أموال العراق وين ذهبت لا عدنا كهرباء لا عدنا قطاع خدمي لا عدنا قطاع تربة ولا عدنا قطاع صحي لا عدنا تعيينات أسوة بالدول مجاعة فقر عدنا الثاني دولة بالعالم بالفقر العراق اليوم طرقنا من المعيب الطرق غير معبدة هذه أبسط الخدمات يعني اليوم نحن بالـ 2021 نتكلم عن الكهرباء نتكلم عن الوقود نتكلم عن المصافي نتكلم عن القطاع الصحي نتكلم عن أبسط الخدمات اليوم نتجي موازنة عمان سبعة مليار دولار سنويا ونجي لموازنة العراق أكثر من 1340 مليار دولار وبالناتج ما كفد موضوع مقدم للمواطن المبالغ وين جاي تروح وين الرقابة المالية وين هيئة النزاهة وين لجنة النزاهة وين المحاكم المختصة أنا اليوم المواطني يريد يشوف حيتان الفساد الكل تتكلم عن حيتان الفساد كان من المفترض يصير تدقيق بأثر رجعي من 2003 إلى 2020 التدقيق لم يحدث إذن اليوم إجراءات النزاهة هل هي ستذهب سدى أو مجرد مثل ما ذكرنا موضوع لا يمكن تطبيقه إذا كان موضوع حيتان الفساد كان مقترح تحالف سائرون من ضمن ورقة الإصلاح هو محاسبة وتدقيق الملفات بأثر رجعي من 2003 إلى 2019 أو 2020 وماضين بهذا الملف قانون من أين لك هذا؟ هل يطبق هذه القانون؟ يطبق إذا جدت الحكومة وكان جاد السيد رئيس الوزراء بهذا الملف سيأتي بمخرجات جيدة جدا للبلاد وخير دليل اليوم المنافذ الحدودية التي كانت سائبة اليوم أكو إرادات ومردودات للدولة ولوزارة المالية مردودات كبيرة جدا وجاءت أعلن شهريا عسب تايتلات ومن خلال شاشاتكم الموقرة وهناك الضرائب وأيضا عقارات الدولة وإرادات أخرى هذه الإرادات كانت لم يصلت عليها الضوء اليوم هناك فقرات إيجابية لدى السيد الكاظمي عليه أن يمضي بمحاسبة حيطان الفساد وأيضا أن يمضي بعدم انفلات الحدود ومن أهم هذا المفاصل هي حدود أقليم كردستان حتى تكون مساواة في جميع محافظات العراق طيب سيد سلامي راحبك مرة أخرى بعض الشخصيات قاموا بتقديم ما بدمتهم المالية والبعض الآخر امتنع كيف يمكن للنزاهة أن تلجأ بطرق قانونية ولاحقة هؤلاء والكشف عن ما بدمتهم من أموال أخي العزيزة موضوع الكشف الذمة المالية يكشف عن ذمة لكن يبقى يستمر بموضوع الفساد يعني يسجلون بأسماء أخرى وحوالات بأسماء أخرى وأسماء وهمية والآخر هسخوا مو مشكلة المشكلة أنه متى يفعل قانون من أين لك هذا يعني اليوم أنا أريد أعرف مدخلات المبالغ ومخرجات المبالغ لازم يصير تطبيق يعني نحن اليوم اللجنة المالية كشفت ملف جدا خطير هو استيراد العراق للمشتقات النفطية أكثر من 20 مليار دولار شهريا عائدات مبيعات هذه الوقود وين تروح وزارة المالية جاي تدفع 20 مليار دولار ما يقارب 20 مليار دولار بين الغاز المجهز لوزارة الكهرباء والمشتقات النفطية التي تباع سواء كان بانزين أو غاز أو ما شابه ذلك لحد الآن المخرجات لا توجد عليها رقابة ولا تعرف أين تذهب هذه الأموال وأمثال هذا الملف كثير جولات التراخيص التي تكلموا عنها الأخوة النواب ويعني ملفات كثيرة جدا وقدمت هذه الملفات المحاكم المختصة وأيضا لأجهات الرقابية المعنية لكن لحد هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراءات إيجابية إذن الحكومة قادرة على محاسبة حيتان الفساد النواب اليوم مجلس النواب هل يستطيع أن يقف مع الحكومة بوجه هذه الحيتان وإن كثرة الحديث عن الحيتان أكيد لهم صلة بالمسؤولين أو غير ذلك ببعضهم يعني كيف سنواجه اليوم هذه المعضلة الخطر يعني ما أصور في يوم ما تقدم أحد لمحاكم واتدخل أو أعضاء مجلس النواب أو القبة التشريعية في مفاصل هيئة النزاهة أو الرقابة المالية أو المحاكم المختصة لديهم ملفات أكيد عملهم مستقيل بإمكان رئيس الحكومة تقديم الملفات حتى اللي ما عليهم ملف بالإمكان يحيل ملفه ويشوف يصير في السؤال وجواب وبالناتج أكو أموال صرفت في سنوات معينة والكل يعلم بهذه السنوات بإمكان تدقيق مدخلات الأموال ومخرجاتها ورحت هاي الفلوس أكو الملفات موجودة والكل اليوم هسا الإنسان العادي من يقول لي لي يقول لك بسنة 12 و13 و14 و15 والفين وتسعة كانت أموال لدى العراق أموال هائلة ولحد الآن لا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال بإمكان السيد رئيس الحكومة وهو يعني صار علي ضغط بسبب جائحة كورونا والأوضاع التي مر بها البلاد والأزمة الاقتصادية لكن كلنا أمل أن يمضي بمحاسبة ختال الفساد طيب سيد سلام في موضوع آخر كما تعلم اليوم كانت هناك جلسة في مجلس النواب وشهدت أيضا القراءة على تقسيم الدوارة الانتخابية في 16 محافظة تصويت أيضا ما هي أبرز العقبات التي وقفت أمام كاركوك ونينوى هل هناك سقف زمني نصل من خلال التصويت على هاتين المحافظتين أخي العزيز سؤالك جدا محوري بالنسبة للمحافظات الموصل وكاركوك محافظات مشتركة سنية شيعية كردية تركية فلم يصل الأخوة أساسة لحلول خلال هذه الفترة أعطي السيد الحلبوسي طيب سقف زمني أقصاه يوم الأثنين إن شاء الله بالفقرة الأولى يجب أن تحسم هاتين المحافظتين حتى يكتمل القانون لكن مضى القانون بفضل الله تعالى بعد معانات هناك كتل معارضة على تريد أن تعيد القانون الانتخابات للمربع الأول للدائرة الواحدة كان من ضمن أولويات تحالف سارون هو أن يمضي التحالف والمقترح الذي يقدم للكتل السياسية ولهيئة الرئاسة واللجنة القانونية على أن يكون لكل نائب دائرة حتى نضمن أن يكون التمثيل حقيقي في كل الأقضية والنواح والقرى لكن بعض الكتل السياسية أرادت أن تمضي بالدوائر المتوسطة مضى القانون من هذه الكتل سيد سلاة؟ يعني الأخوة في الفتح معلنة هي يعني ماكوشي مخفي الأخوة في الفتح الأغلب الأخوة في دولة القانون أرادوا أن يعيدوا القانون للمربع الأول للدائرة الواحدة ويعيدوا قانون سانتليغو ولكن القانون تم التصويتها لا رجع فيه وما بقيت غير فقرخ مصطعش هي تحديث شكلية الدوائر المتعددة تم تحديث شكلية الدوائر المتعددة على كوتة النساء في كل المحافظات يعني المحافظة اللي بيها خمس نساء خمس دوائر اللي أربعة أربع دوائر الثلاثة ثلاثة دوائر ومضى القانون في كل المحافظات لم تستثنى أي محافظة من هذا القانون عدد المقاعد في الدائرة الواحدة كان اليوم بفضل الله تم التصويت على 16 محافظة من 3 إلى 5 دوائر ومضى القانون ب16 محافظة بعد معاناة طويلة وتحارف سارون أراد أن يمر القانون بالتوافق مع الأخوة لكن كان من مثل ما تكلمت لكم في بداية الحديث كان مقترح سارون لكل نائب دائرة واحدة حتى يصير تمثيل حقيقي في كل الأقضية والنواحي والقرى لكن إن شاء الله بالسنوات القريبة المقبلة يعني العراق كان دائرة واحدة ومن ثم أصبح العراق 11 دائرة اليوم العراق 83 إن شاء الله ماضون بتجزئة الدوائر وحتى يصبح لكل نائب دائرة واحدة حتى يصبح التمثيل الحقيقي في كل الأقضية والنواحي ويكون تكون خدمة المواطن من قبل المرشح الذي تم التصويت والإدلاء بصوتهم له نائب سلام الشمري ابقى معنا سنذهب الآن إلى ملف آخر ونعود إليك بعد ذلك في كل عام تشهد البلاد أزمة ارتفاع في ارتفاع أسعار بيض المائدة على الرحل من التحذيرات المستمرة من قبل وزارة الزراعة بضرورة الالتزام بأسعار البيض في جميع الأسواق المحلية المتجون المحليون أكدوا التزامهم بتوجيهات الوزارة عبر بيع طبقة البيض الوحيدة بسعر لا يتجاوز أربعة آلاف ونصف أسعار بيض المائدة التي سجلت ارتفاعا خلال الأيام الماضية تعود إلى معدلاتها ووزير الزراعة يؤكد أنها مفتعلة ويتهم دولا خارجية بالوقوف وراءها فيما يوجه تحذيرا لمن أسماهم التجار الذين يتلاعبون بالمنتج المحلي وبأسعاره مستفيد الدول المجاورة هناك ضغط كبير من الدول المجاورة على تصدير البيض والدجاج لكسر الانتاج المحلي واضعاف الانتاج المحلي وهذا موضوع لا يمكن التهاوم فيه وعليها طمعن المواطن موضوع البيض سيكون بالسعر المناسب وعلى المتلاعبين بالأسعار هناك مكافحة الجريمة الاقتصادية بدأت في العلاوية وسنقتص من كل من يحاول اللعب بقوة الشعب المنتجون المحليون يؤكدون التزامهم بتوجيه وزارة الزراعة من خلال بيع طبقة البيض الواحدة بسعر لا يتجاوز أربعة آلاف ونصف واتباع آلية البيع المباشر دون الحاجة إلى وسيط فيما طالب آخرون بضرورة المزيد من الدعم الحكومي كتوفير الأعلاف المدعومة وإعفائهم من الضرائب والرسوم القمرقية وغيرها من الإجراءات التي تساعد في تشجيع الإنتاج المحلي خطوتنا القادمة كمشاريع هو إلغاء الوسيط ورح ننزل إن شاء الله من بعد بكرة نسوق منتجنا مباشرة للمواطن لأن حقيقة قاعد نلاحظ أنه هناك وسطاء يرفعون السعر ويسببون مشاكل بالسوق دعوتنا للحكومة للسيد الرئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة الاستمرار بدعم المشاريع وحماية المشاريع حواليا الأسعار الطبقة باربعة ونصف من يمنى الشركة تطلع باربعة ونصف الكارتونة خمسة وخمسين حسب توجيهات وزارة الزراعة لحدها اللحظة بس هذه نتيجة وراءها مافيات والتجار الهدف مننا سقاط الانتاج المحلي وتشير المعلومات إلى أن مركز التلاعب بأسعار البيض واحتكاره لا يتعدى أسوار ما تعرف بعلوة زويني في بغداد بعض المتنفذين فيها يحاولون الضغط باتجاه إعادة فتح المستورد الذي تسبب قرار منعه بخسائر كبيرة لهم كما يعتقدون علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد بالعودة إلى ضيفنا النائب سلام الشمري وأيضا رئيس لجنة الزراعة من جديد نرحبك أستاذ سلام يعني مما أشار إليه في التقرير الآن وزير الزراعة بوجود دول تحاول كسر الانتاج المحلي الزراعة اليوم من هذه الدول وكيف يتم التعامل معها بطبط طبعا سؤال جدا محوري كان العراق مسولدا لا مصدرا لأكثر من 25 مادة أساسية في المائدة العراقية ومن أهمها بيض المائدة صدرت قبة مجلس النواب واللجنة الزراعية قرار بمنع استيراد بيض المائدة الأحمر والأبيض والدجاج المبرد والمجمد والحي والأسماك المبردة والمجمدة والحية أيضا رغم كان هناك قانون رقم 11 سنة 2010 على الحكومة على حماية المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية والنباتية لكن مع شديد الأسف أجهات التنفيذية لم تمتثل إلى قوانين قبة مجلس النواب ومضت بمنح جائز استيراد للتجار مما أدى إلى انهيار واضح في قطاع الثروة الحيوانية وخصوصا قطاع الثروة السمكية وبيض المائدة وأيضا الدجاج اللاحم تم جمع تواقع داخل قبة مجلس النواب يوم 4-5-2019 وتم التصويت داخل قبة مجلس النواب بمنع تام لاستيراد هذه المواد وجهنا عدة ضغوطات من الدول المجاورة وغير المجاورة لفتح جزئي لبيض المائدة وأيضا الدجاج اللاحم لكن أسررنا وبقينا مصررين على غالق تام للحدود حتى نمضي بتوسيع المشاريع الاستثمارية للدواجن وأيضا تطوير الحقول الموجودة في المحافظات وبفضل الله تعالى وصلنا الاكتفاء الذاتي في جميع المحافظات كما تشاهدون اليوم ارتفاع طفيف جدا بهذه المعبلة لماذا عندما نصل الى اكتفاء ذاتي تقوم الجهات المحلية برفع الأسعار لماذا لا يكون هناك سيطرة على هذا الأمر قبل إغلاقك أخت العزيز هذا لا يمثل شيء عرضوا طلب اليوم طبقة البيض مثل التالاف وبربح تالاف دينار صار لها أكثر من سنة صار أكثر من عشر تيام صعدت طبقة البيض ألف دينار واليوم تم تأمين اتصال مع الأخوة المربين وأصحاب الشركات وأوعدوا يوم غد سيقوموا أصحاب الشركات بتنزيل الأسعار حتى يذلوا لوا سعر بيض المائدة في كل المحافظات يعني لا تؤثر اليوم أنا من عند سنتين أو سنة ونصف مستقر السوق على سعر معين وسعر جدا مقبول نظاما سلامة الأمن الغذاء للمواطن العراقي واللي هي هي أهم فقرة اليوم جاء يدخل بيض مستورد بصورة غير شرعية وبلغنا السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية مدير عامل هيئة المنافذ الحدودية وأيضا وزير الزراعة ووزير الداخلية على أن يوجدوا حلول لعدم دخول أي بضاعة غير مرخصة وخصوصا البضاعة التي تهدد الأمن الغذاء للمواطن العراقي بفضل الله تعالى تمت السيطرة الجزئية وليست الكلية على بعض المعابر في إقليم كردستان ومضينا بدعم المنتج المحلي وإن شاء الله عازمون على دعم جميع المنتجات الزراعية سواء كان فيما يخص الثروة الحيوانية أو الفواكه والخضار حتى نمضي بإنتاج محلي ونؤمن سلامة الأمن الغذاء للمواطن العراقي طيب سيد سلام بخصوص الدعم من حضراتكم المنتجون المحليون طبعا أكدوا الكزامهم بتوجهات الوزارة بالالتزام بالأسعار المحددة التي حددتوها وبالتالي هناك بعض المنتجين طالبوا من الوزارة أن توفر لهم المواد اللازمة مثل أعلاف وغيرها حتى كيف ستقدم الوزارة هذه المواد الضرورية للمنتجين أخي العزيز اليوم المستثمر أو صاحب الشركة أو المربي يريدك بس الطمئنة يعني حتى دعم ما يريدانا بلك يريدك بس تمسك للحدود وعدم إعطاء جايز استيراد حتى يعرف شون يشتغل أما بالنسبة للدعم أصحاب الشركات لا يوجد أي دعم لأصحاب الشركات من الحكومة ولا من الجهات المعنية بسبب عدم التفات الحكومة لهذه القطاعات المهمة جدا ماضين بتخفيض أجور الغاز والكهرباء وأيضا هناك مقترحات تم التداول مع سيد وزير الزراعة حتى نمضي بدعم القطاع الخاص والوصول للاكتفاء الذاتي في جميع ما يخص ويتعلق بالمساس بالأمن والغذاء للمواطن العراقي طبعا أشكرك شكرا جزيلا الناب عن تحالف سيرون سلام الشمري ورئيس لجنة الزراع النبي شكرا جزيلا بك في الموقف الوبائي سجلت وزارة الصحة 3204 عصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد الوزارة في موقفها الوبائي اليومي أشارت أيضا إلى تسجيل 55 حالة وفاة في حين تمثل للشفاء 3021 مصابا على الرغم من ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية وانخفاض عدد الإصابات والوفيات إلا أن دعوات صحية مستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ولا سيما عدم التواجد في الأماكن المزدحمة تحسبا من ظهور موجة جديدة من الوباء مؤشر الإصابات ومعدلات الشفاء يتغيران وفق معادلة فيروس كورونا الوفيات والإصابات تنخفض وحالات الشفاء ترتفع والملاكات الطبية تؤكد التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وتحثهم مجددا على التباعد الاجتماعي نسب الشفاء لتفوق نسب الإصابة الجديدة في هذه الأيام لذا نهيب بالأخوة المواطنين التزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية منها الأول والرئيس هو ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ممكن نكون مقبلين على موجة ثانية أشد ضراوة مثل الموجودة في دول العالم حاليا بعدما يبرد الجو أو تزداد نسب الرطوبة في الجو لأنها تدخل بشدة الإصابة للمريض أنصح المواطنين أولا بالمناسبات الاجتماعية العراس والفصل العشائري والتجمعات والمظاهرات التباعد قادر الإمكان والالتزام بالوقاية هو اللبس الكمامات الوقاية والالتزام لا يتوقفان عند هذا الحد بغية الشفاء التام بل يتعديان إلى مراجعة المؤسسات الصحية والمكوث فيها حال أن تطلب ذلك ضروري أن ننتقى للمستشفى لأنه يعني ساني بالبيت جابوا لقنين أكسجين هاي جايب هو يا صغير هنا يعني ما تكفي ثلاثة أربع ساعات بينما أنا صالي خمس ستة أيام على أكسجين إلى أن اليوم الحمد لله وشكر ببيت الأكسجين نص صبح لحد الآن أنا بدون أكسجين مهما كان الأمر مستشفى أفضل وأفضل أفضل حتى له هو دكتور بالبيت هذا وتستمر الصحة باعتماد البروتوكولات المعمول بها عالميا وفق ستراتيجية تمكنها من تحجيم الجائحة وصولا للقضاء عليها على ما يبدو فإن المشافي في البلاد بدأت تخذ احتياطاتها تحسبا للأشهر المقبلة بعد زيادة المحاذير من موجة ثانية لفيروس كورونا من داخل أحد المحاجر في بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية وحول هذا الموضوع ينضم معنا مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة دكتور رياض عبدالأمير أهلا بك دكتور أرماني أهلا بك دكتور أرماني شو رأي عن ارتفاع اليوم معدلات الإصابة يعني في موضوع كورونا هل يهدد هذا الأمر أو ينضر بارتفاع الإصابات أكثر وتفشي المرض بصورة أخطر الحقيقة إحنا بالعراق الآن ما عندنا ارتفاع تقريبا المعدلات نفسها خلال الأسابيع الأربعة والخمسة الماضية وقفت عندها حد معين نعم يعني تفاوت بصير يمكنها منزلت قليلا عن الأسابيع الماضية العالم جاي يتجه لأنه تغير الجو خاصة أوروبا والأجزاء الغربية من الكرة الأرضية على أمريكا تغير الجو وإضافة أنه فتحوا كل الغلق اللي كان موجود فعاملين أساسيا فتح الغلق زائد الجو أدى إلى رجوع الموجة الثانية عندهم في أوروبا نحن لازلنا في الموجة الأولى كما تعلمون نحن ما نزلنا حتى نصعد مرة ثانية نحن نتخوف الآن بعد ما انتهت الأربعينية وكنا متخوفين الحقيقة من عاشوراء والأربعينية لكن الحمد لله لم يكن هناك ارتفاع لكن دكتور رياض كل المؤشرات بعد زيارة الأربعينية كانت مطمئنة لحد الآن لا يوجد تأثير قوي على نسبة الإصابات بالعكس صار شوي انخفاض شيئا ما بالإصابات الوفيات في تنازل مستمر منذ أسابيع وصلت إلى 2.4 بالعشرة نحن الآن أمامنا تحدي فقط تغيير الجو في شهر وتحدي معدلات الشفاء اليوم أقل مما كانت لأنه بعض هذا يحتمد على التسجيل يعني نحن ما ناخذ على يومي ناخذ عادة بالأسبوعي لأن ربما بعض الحالات ما تسجل اليوم تسجل غدا لأنه بالنسبة خاصة يراقبون الفرق الصحية تراقب العزل المنزلي الذين هم بعيدين ربما اليوم هناك عدد من العزل المنزلي تم شفاءهم لكن لم يسجل فهذه متغير بالأيام عدد الشفاء لكن بسرعة الحمد لله المعدلات مستقرة وفي تنازل يبقى تحدي أمامنا هو تحدي الجو برودة الجو والفلونزا الموسمية هذين العملين ربما يؤدن إلى ارتفاع أيضا في معدلات الإصابة لذلك لابد من استمرار الإجراءات الوقائية خاصة على المستوى الشخص يعني الحقيقة تم تشاهدون المجتمع الآن كأنه انتهت كورونا عدم الالتزام بالكمام وصل إلى نسبة ضئيلة جدا يعني احنا وصلنا إلى ستين بالمئة في الشهر الرابع والخامس بارتداء الكمام الآن يمكن حتى خمسة بالمئة ما موجود بالمجتمع يعني أنت ما جاي نلاحظ طيب وهذا عدم الالتزام كيف يمكن التعامل معه؟ هل هناك إجراءات أخرى؟ والله بعدها نتدري أن الإجراءات الوقائية التي تؤثر على المجتمع وخاصة من حال المعيشية الآن نستبعد إجراءها في الوقت الحالي يعني كحضر إلا لا سمح الله إذا صارت ارتفاعات سريعة جدا طبعا نلجأ إلى هذه الحلول ولكن اليوم نطالب المجتمع والمواطن الكريم أنه هو يلتزم على المستوى الشخصي بالارتداء الكمامة والتباعد اجتماعي طبعا حتى المتعافين هذا لا يعني أنهم لا يصابون لحدا لا يوجد دليل علمي بأنه المتعافي أو الذي اكتسب مناعك بعيدا عن ذلك الخطر نعم لأنه سجلت حالات كثيرة الآن في دول العالم مختلفة صح قليل متفرقة ولكن أيضا سجلت طيب المتعافي هل يمكن أن ينشر المرض أو يعدي المقابل له بصورة أخطر من الشخص الذي يصاب بالمرض حديثا؟ لا المتعافي إذا كنا متعافي بعد أن انتهى المرض بعد لا ينقل المرض ولكن إذا أصيب مرة ثانية يعتبرك حالة جديدة حالها حاضنة وينقل المرض طيب دكتور رياض أهلا بك مرة أخرى هل تتوافر رديكم تطورات أو تصورات عفوا على مستوى الأرقام التي يشهد العراق ممكن في الأيام المقبلة خاصة في أم الشتاء؟ يعني أرقام معينة محددة ممكن أن يوصلها توصلها نسبة الإصابة؟ نحن عندنا الحقيقة بعض المنظمات العالمية علمية نحن نمطيها بعض المعلومات الداتة التي عندنا متوفرة يطولنا تنبؤات لمدة أسبوع ما ينطلنا أكثر فهذه التنبؤات الأسبوعية لا زالت تقريبا عدد الإصابات في نفس المعدل أو أحيانا يقل أو يزيد عدد بسيط لا يؤثر على المنحني لكن بشرعة عامة ما عندنا تنبؤات أكثر من أسبوع طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور رياض عبد الأمير مدير العام الصحة العامة في وزارة الصحة شكرا أهلا وسلم شكرا من الحجد الشعبي إلى قوات حرس الحدود انطلقت مهام حماية الشريط الحدودي عفوا انتقلت انتقلت مهام الشريط الحدودي مع سوريا فيما تسلمت قوات الحجد المنسحبة مهمة تأمين الطريق الرابط بين عكاشات والرطبة فضلا عن بقائها قوة إسناد لحماية الحدود الدولية قيادة قوات حرس الحدود تنتهي من عمليات انتشارها على الشريط الحدود الممتد من منفذ الوليد إلى قضاء القائم بعد تسلمها قاطع المسئولية من قطاعات اللواء التاسع عشر لقوات الحج الشعبي والتي كانت تشغل مساحة مهمة في هذا القاطع الحدودي مع الجانب السوري عندنا مناطق ماسك الحشد من هلواء التسعة عشر صار قرار من العمليات المشتركة على استلام هذا القاطع لانتعدد الجهات الأمنية على حرس الحدود بروتوكولات غير مقبولة وخلال هاي الفترة احنا مفرغين اربع الوية بين جيش عراقي وبين حج الشعبي واجب القطاعات تبسك بالعمق خلف الحرم الحدودي اللي هو عشر الى خمسة عشر كيلومتر هذا البروتوكول الدولي لكل دول العالم قطاعات الحج الشعبي وبعد تسليمها هذا القاطع الحدودية الى قوات حرس الحدود ستقوم بمهام تأمين الطريق الرابط بين منطقة عكاشات وقضاء الرطبة وستكون قوة اسناد لقوات حرس الحدود التي ستقوم بحماية الحدود الدولية من الضرورة لتسليم قاطع لواء 19 لقيادة قوات حرس الحدود وتحديداً لواء 15 باعتبار انه هي القوة الاساسية والمعنية بمسك الحدود العراقية اما بالنسبة لقطاعاتنا كقطاعات حش الشعبي ان شاء الله لها دور بارز بالثبات خلف القطاعات خلف الحرم الحدودي ما يبعد من 10 الى 15 كيلومتر سيكون انتشارنا وتحديداً على طريق الرابط ما بين منطقة الرطبة مروراً بعكاشات وصولاً الى منطقة القام وتؤكد قيادة العمليات المشتركة سعيها بان تتسلم قيادة قوات حرس الحدود المسؤولية الكاملة لحماية الشريط الحدودي مع جميع دول الجوار بعد ان تستكمل هذه القيادة من قدراتها الاملية واللوجستية من الشريط الحدودي العراقي السوري حسام التميمي العراقية الإخبارية بمشاركة أهالي الضحايا أجريت صباح اليوم مراسم فتح مقبرة الأمهات الأزيديات في سنجار والتي تضم نساء فنهن إرهابي داعش أحياء أمام أطفالهن وذويهن في خطوة لإظهار الحقائق لإدانة العصابات الأجرامية ومرتكبتها من ظلم ضد أبناء الشعب العراقي تمت المباشرة بفتح مقبرة الأمهات الأزيديات في منطقة السولاغ بقضاء سنجار التي تضم رفاة النساء التي دفن أحياء في هذه المنطقة وبحسب المعطيات والمعلومات الأولية فإن المقبرة تضم رفاة ثمانين أمرأة كلهن من كبار السن هذا القبر يسمى قبر الأمهات والتي هم أغلبيتهم من نساء كبار السن وأيضا تم دفنهم وهم أحياء والقبر الثاني في قرية كوجو وهو القبر الأخير حيث سبق هذه العملية يفتح 16 قبر جماعي مؤشر النجاح هو الغرض الأساسي هو تسليم رفاة مطابقة مع ذويها فكلما زادت قاعدة البيانات وتوسعت كلما مؤشر النجاح عندنا اللي هو تسليم رفاة يصير أكثر مسؤولون في الحكومة المركزية أكدوا أن الجهود ستستمر في معرفة هوية الضحايا لتسليمها إلى ذويها إلى جانب أن الفرق المشكلة لمتابعة شؤون المفقودين تعمل بشكل استثنائي لأجل إتمام الأعمال الموكلة إليهم بجهد وتنسيق عالي من الحكومة العراقية يقوم الفريق الوطني المقابر الجماعية ممثلا بدائرة حماية المقابر في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي ودائرة إزالة الألغام بفتح آخر مقبرتين في قرية كوجو المقبرة التي نحن متواجدين يمها تسمى مقبرة الأمهات حيث قام التنظيم الأرهابي بعزل الأمهات والنساء كبيرات السن ودفنهم وهناحياء في هذه المقبرة ممثلو الأمم المتحدة يعملون بشكل متوازي مع الفرق العراقية وذوي الضحايا على حد سواء وذلك لتدوين جرائم العصابات الإرهابية نحن مستمرون في فتح المقابر لأنها تهمنا جميعا وهناك تنسيق عالي بيننا وبين الفرق العراقية التي تعمل في هذا المجال أنا ناجي أيزيديا ودلت سنين عند داعش ومن جيد لقيت هذه المقبرة وأمي وكل أهلي نسوان عمي وبيت عمي نسوانهم كلهم هنا وعمتي نريد أن يطالعوهم مقبرة الأمهات الأيزيديات واحدة من عشرات الشواخص التي تبقى شاهدة على إجرام ووحشية العصابات الإجرامية ضد مكونات الشعب العراقي من منطقة سولاغ بقضاء سنجار نورفاضل العراقية الإخبارية تذكير بالعناوين البرلمان يهي الكراءة الأولى لقانون الاقتراض ويصوت على تقسيم الدوار الانتخابية في 16 محافظة النزاهة تعلن التوجه لمقاضات من لا يكشفون ضمامهم المالية من النواب والمسؤولين وتحدد نسبتهم بالحكومة والبرلمان هناك ضغط كبير من الدول المجاورة على تصدير البيض والدجاج لكسر الإنتاج المحلي وإضعاف الإنتاج المحلي وزير الزراعة يتهم دولا بالضغط لكسر الإنتاج المحلي ويتواعد المتلاعبين بأسعار بيض المائدة بالملاحقة وكان في بلف كورونا 55 حالة وفاة وأكثر من 3200 إصابة في العراق خلال يوم واحدا شاهدين هذا كل ما لدينا من أخبارا حتى الساعة شكرا لكرم المتابعة وشكرا لما شاركنا سيقراتها فاطمة طالب وعلى رأس الساعة ستكون هناك كلمة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاذب شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة